سيارة النائب صادق الصليطي يعني بداية دائماً قطاع النفط هو الشريان الأبهر لعيشة المواطن العراقي بالتأكيد ليش دائماً يشوب الفساد بعيداً على المؤسسات تحدث بها سيارة النائب ريبور نعم صحيح هو الفساد أصبح حالة عامة في كثير من المؤسسات الدولة لكن قد تطال أكبر صفقات الفساد قطاع النفط السبب طبعاً قطاع النفط اعتماد الموازنة اعتماد مبيعات العراق العراق بلد نفطي تتعرف العراق بأيام النفط انباع أكثر من 100 دولار كان يجني حوالي 100 مليار دولار بالسنة وهذا مبلغ بصراحة مرتفع جداً للحد تقريباً 2019 يعني نحصل حوالي 80 مليار دولار مبالغ عالية جداً العراق طبعاً تعرف بعد 2003 دخل بعقود مع شركات نفطية وأغلبها شركات أجنبية وبخصوص ما طرح من تقرير الأونو اويل طبعاً الفضيحة هي موجودة عالمياً هناك تحقيق في المحاكم الأسترالية ظهرت عام 2016 في الدورة النيابية الثالثة إجراءاتنا شنو ردودة عاماً تحديداً نعم كنزاهة كألجنة كأعظامس النواب نعم أجابك عام 2016 حين ظهرت الفضيحة الفضيحة طبعاً ضمنت أنه اعترافات بدفع رشا لمسؤولين عراقيين تضمنت دفع رشا لنائب رئيس وزراء عراقي لوزير نفط عراقي لمدراء عامين في شركة نفط الجنوب وكادر قيادي في وزارة النفط حقيقة فضيحة بهذا المستوى هي أعلى مستوى في الدولة ترجمة نانسي قنقر